أما الإباضية بيقولوا بخلق القرآن هذا كفر بالله كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن إباض فمن يتولى عثمان ومن معه فإنا نشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأن منهم برآة ولهم أعداء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا نعيش على ذلك ما عشنا ونموت عليه إذا متنا ونبعث عليه إذا بعثنا نحاسب بذلك عند الله لعقيدة الإباضية في عثمان بن عفار رضي الله عنه ذي النورين الذي ما جمع الله له بنتي نبي على ظهر الأرض إلا لعثمان بن عفار رضي الله عنه هل يكون ذو المؤكويس ويلعنوه الإباضية شوف يتكلموا عن عثمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وفي نفس الوقت يتكلموا عن الخوارج ويقول في الخوارج وهو عبد الله بن إباض يقول فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملائكة أن لمن عاداهم أعداء وأن لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا على ذلك نعيش من عشنا ونموت على ذلك إذا متنا الكلام ده كله من كتاب العقود الفضية في أصول الإباضية الصفحة مية واحد عشرين وكتاب منهج الدعوة عند الإباضية من الصفحة تلتمية أربع عشرين إلى تلتمية سبعة وثلاثين والكتاب ده أسنع عليه والخليلي اللي هو مفتي سلطانة عمان الآن من أكبر الإباضية في العالم يسمع على الخوارج والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة قال الخوارج كلاب النار وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدرتهم لا أقتلنهم قتل قرم